هل يجوز أكل الطعام عند شخص ماله مشبوه؟ يجوز إذا كان ماله مختلطاً ويهودية أهدت النبي صلى الله عليه وسلم شاتاً فأكل منها هل يجوز أكل الطعام باليد اليسرى؟ لا يجوز لأن النبي في صحيح مسلم نهى عن الأكل باليد اليسرى هل من السنة لعق الأصابع بعد الطعام؟ نعم من السنة لأن النبي في صحيح مسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة هل يجوز الأكل من طعام شخص غير مسلم في بلاد غير إسلامية؟ إذا لم يكن هناك حرام في الطعام فيجوز هل الشيطان يأكل مع من لم يسمي الله؟ نعم يأكل لأن النبي في صحيح مسلم قال إن الشيطان يستحل الطعام إن لم يذكر اسم الله عليه هل تجوز الصلاة وبين الأسنان بقايا من الطعام؟ نعم تجوز والصلاة صحيحة والدليل في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كتف شاه فأقيمت الصلاة ولم يتمضمض هل يجوز النفخ في الطعام لتبريده؟ لا يستحب النفخ في الطعام فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الإناء هل يجوز الكلام في الطعام؟ يجوز هل يجوز أكل طعام فيه ثوم أو بصل قبل الذهاب إلى المسجد؟ لا يستحب الذهاب إلى المسجد بعد أكل الثوم أو البصل إلا بعد إزالة الرائحة